دين المتابعين إلى أن كتابة هذه الدروس أمر مطلوب وجميل فهذه الدروس علمية وليست دروسا وعضية يحسن بالطالب المتابع أن يكتب هذه الفوائد لتبقى عنده وإذا دونتها فإنك تعقلها أكثر وإنك تستطيع أن تستذكر ذلك بسهولة ويعلق كثير منها بذهنك فعلوا مثل هذا الطالب أتاني طالب بأوراق فدون هذه الدروس إن كان ممكن صاحب الكاميرا دون هذه الدروس أو بعضها فهذا الأمر جميل ويحسن للطالب أن يدون مثل هذه الأمور ليكون يعني كما قلت ذاكرا لها ومتابعا لها بشكل جميل ثم تبقى هذه الدروس معه أبد الآبدين طيب في هذه الحلقة سوف نرى إن شاء الله جل وعلا الصفات طبعا لن نرى جميع الصفات ولكن بعضها بعضها فقط لأن هذا الباب باب متشعب ويحسن بالطالب أن يضبطه ضبطا ويستعد له استعدادا لأن باب مخارج الحروف وباب الصفات خمسون بالمئة إن لم نقل سبعون بالمئة يعني من التجويد يتمحور حول حول هذين البابين ذلك يحسن بالطالب ضبطه ويعني التضلع فيه فرأينا فيما سلف صفات الحروف رأينا كل حرف أو عفوا مخارج الحروف رأينا كل حرف ومخرجه ورأينا المخارج الكلية والمخارج الجزئية ورأينا في كل مخرج كلين كم من مخرج جزئي بتفاصيل هذه الأمور بالصور فذلك سيكون إن شاء الله تعالى أكثر تفصيلا وسيكون أكثر فهما للطالب فنبدأ على بركة الله الدرس الثاني عشر مخارج الحروف وصفاتها يعني الجزء الثاني إذن رأينا مخارج الحروف سوف نرى صفات الحروف أولا تعريف صفة الحرف التعريف ما هي الصفة أولا ثم بعد ذلك يعني نتحدث عن ما هو آت الصفة لغة ما قام بشيء من المعاني الحسية والمعنوية فالحسية كالبياض والطول والمعنوية كالعلم الأشياء هي مجموعة من الصفات مثلا رجل مجموعة من الصفات له قامة طويلة هذه صفته وله مثلا لحية وليس له شارب ومثلا يلبس عمامة وجلبابا وبلغة أو حذاء فهذه الصفات هي ما يقوم به الشيء هي ما يقوم به الشيء وصفاته المعنوية الحسية وما نحسه وصفاته المعنوية مثلا كريم وخلوق ومثلا يعني عنده بعض الصفات المعنوية وليست حسية وذكر هنا المثال البياض والطول هذه صفات معنوية حسية والعلم صفة معنوية فنحن لا نحس بها ولكن يعني هي صفة معنوية فيه طيب واصطلاحا يعني الصفة عند أهل الاختصاص عند أهل التجويد كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج يعني عندما يحدث يصير حادثا ينطق الشخص بالحرف فإن هناك صفة تعرض له فإن تلك الصفة هي التي تجعل من هذا الحرف فصيحا وهي التي تجعل من نطقه نطقا صحيحا إذا راعيت هذه الصفة لتقطب الحرف يعني سليما فصيحا وإذا لم تراعها يعني أخللت بهذا الحرف ثم عفوا هذه نرى عدد الصفات أو عدد الصفات وأقسامها الصفات من حيث العدد سبعة عشر صفة سبعة عشر صفة وتنقسم إلى قسمين القسم الأول صفات لها ضد وهي خمس وخمس ضدها فتكون عشرا أو نعم أو إحدى عشر ربما هي إحدى عشر إذن صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد القسم الأول صفات لها ضد وهي خمس نعم وخمس أضضادها عندما لم يعتبر البين بين يعني صفة لوحدها الثاني صفات ليس لها ضد أو لا ضد لها صفات ليس لها ضد أو لا ضد لها وهي سبع سبع صفات طيب سوف نرى هذه المسائل إن شاء الله جل وعلا أولا القسم الأول الصفات التي لها ضد وسوف نرى منها أربع صفات فقط أو صفتين فقط نرى صفة الهمس والجهر ونتحدث عن مسائل متعلقة بها لكي يستوعب الطالب هذه الأمور أولا صفة الهمس وضده الجهر ثم صفة الشدة وضدها الرخاوة وبين الشدة والرخاوة صفة أخرى وبين الشدة والرخاوة صفة أخرى ثم صفة الاستعلاء وضده الاستفال ثم صفة الإطباق وضده الانفتاح ثم صفة الإذلاق وضده الإصمات ثم يعني هذه الصفات الخمسة التي لها ضد الهمس والشدة والاستعلاء والإطباق والبين بين ثم لها ضد لهي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات ثم فهذه الصفات التي لها ضد سوف نرى الآن صفة الهمس ولغة الهمس هو الخفاء فلا تسمع إلا همس أي صوتا خافتا همست في أذنه أي تحدثت ولكن بصوت مخفي خافت واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعفه وضعف لإعتماد على المخرج عند النطق به إذن هذه الحروف التي لها صفة الهمس يكون النفس يجري يجري النفس مع النطق بهذا الحرف وكأنها تستهلك نفسا كثيرا تستهلك نفسا يعني كبيرا وكثيرا هذه الصفات لها حروف حروف الهمس مجموعة في قولنا أو في قوله فحثه شخص سكت فحثه شخص سكت أو حثه شخص فسكت إذن عندك الفاء والحاء والثاء والها والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء مثلا حينما نقول فاء مفاز افتقار افتقار مثلا لو كان هذه الكلمة في القرآن حينما نقول الحاء مثلا الرحمن الرحمن فيجري معها نفس كذلك الها الها مثلا يهدي يهدي فيجري معها نفس كثير ليست مثل الياء الشيطان شيطان لا يجري معها نفس كثير ولكن يجري معها صوت كثير مع الياء من خلاف الها يجري معه أو مع الحرف معه نفس كثير لذلك هذه الحروف لو تأمل فيها الطالب فإنه يجد يجدها تستهلك منه نفسا كثيرا لماذا لأنها ضعيفة ولا نعتمد على المخرج كثيرا عند النطق بها لذلك سميت حروفا مهموسة ضد هذه الصفة الجهر ضدها الجهر هناك همس يعني صوت خافت وجهر يعني إعلان وصوت مرتفع لغة الإعلان واستلاحا انحباس قلنا في صفة الهمس جريان يجري أما في صفة الجهر فقلنا انحباس النفس عند النطق من الحرف لقوة الاعتماد على المخرج إذن الحرف قوي ونعتمد بقوة على المخرج لنخرج هذا الحرف فيكون هناك انسداد مثلا القاف مقربة مق انسداد فأس ولا كأس انسداد الهمزة كأس انسداد كذلك مثلا يجعل 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 فهناك نوع من الانسداد ونوع من الانحباس في النفس لذلك هذه الحروف تختلف عن هذه فقالوا لهذه صفة الهمس وللأخرى صفة الجار الحرف المجهور قوي والحرف المهموس ضعيف الحرف المجهور قوي والحرف المهموس ضعيف عموما هكذا ولكن ننظر الى عموم الصفات المجتمعة في الحرف فنحكم على ضعفه وقوته يعني بالتوازن بين الصفات الضعيفة والقوية طيب طيب ثم نقول حروفه يعني حروف الجار هي جميع الحروف الهجائية التسعة والعشرون ما عدا حروف الهمس العشرة إذن بقيت تسعة عشر حرفا فحثه شخص سكت هذه حروف ماذا حروف الهمس البقية من الحروف الجيم والطاء والضاد والباء ومثلا الهمزة والحروف البقية هذه كلها حروف مجهورة يضرب انحباس يضرب تحبيس النفس ليست ك يه يه يجري النفس مفهوم لعل هذا الأمر مفهوم وتترتب عليه أمور في التلاوة ثم ننتقل إلى الشدة والرخاوة واللين والرخاوة والتوسط يعني البين بين رأينا الهمس والجهر وسوف نرى الشدة وما يضدها من الصفات ثم نعقب على هذه المسائل بمسائل لابد للطالب أن تترتب على معرفة هذه الصفات هذه المسائل لغة القوة واصطلاحا يعني الجهر أو الشدة في اللغة هي القوة رجل شديد يعني قوي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة يعني ليس القوي هو الذي يسرع يعني إخوانه ممن يعني يكبرونه أو لهم مثل زني أقرانه لا أينما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب المهم أن الشدة هي القوة واصطلاحا انحباس الصوت الجهر والهمس متعلقان بالنفس هذه الصفات التي سوف نرى بعدها الشدة والرخاوة والوسط يعني بينهما متعلقة بالصوت انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج إذن الحرف قوي ونعتمد على المخرج بقوة فينحبس الصوت ينحبس الصوت فنقول مثلا هذه حروفه وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء فلو نطقت مثلا بالهمزة نقول كأس كأ فهناك انحباس أحد الحروف التي ليست موجودة هنا مثلا حرف الحاء هذا من الصفات التي تضاد يعني فيه رخاوة فنقول الرحمن رحمن ليس هناك انحباس للصوت يستمر رحمن ولكن تستطيع أن تنطق بالحاء مستمرا ولكن لا يمكن أن تنطق بالهمزة مستمرا فقط فينحبس الصوت مثلا ج ج ينحبس الصوت إذا نطقت بالجيم واستمر الصوت فجيمك ليست فصيحة هذه ليست جيما عربية لذلك دائما نقولها للطلب الذين يقرؤون لا تنطقوا بالجيم هكذا لا تقولوا جعل جنة لا جنة جعل يجعل يجعل فهوم فيتبه الطالب لهذا الأمر كذلك القاف كذلك الطاع كذلك الباء الصبر الصب لو وقفت لو وقفت على الباء لا تستطيع أن تسترسل يعني في إخراج الصوت لذلك هذه هي الشدة عدم استطاعة الناطق أن يسترسل في إخراج الصوت هذه الشدة الموجودة في هذا الموجودة في هذا الحرف لذلك غالبية هذه الحروف نكيفها في القراءة لكي لا تكون شديدة ننتخلص من هذه الشدة وسوف نوريكم كيف نكيفها صفة الرخاوة وهي ضد الشدة والرخاوة في اللغة هي اللين واستلاحاً جريان قلنا إنحباس الصوت الآن سوف نقول جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج مثلاً حرف العين وعفواً حرف الحاء أو حرف الشين يشتري جريان صوت بخلاف الهمز أ أ فينقطع الصوت انقطع الصوت وهنا جريان الصوت لعل الأمر واضح حروف الشدة أو حروف الرخاوة هي جميع الحروف الهجائية ما عدا حروف الشدة أجد قط بكت والحروف البينية هذه سوف نراها الآن الآن سوف نرى يعني صفة البينية يعني بين بين الشدة وبين الرخاوة وهي صفة متوسطة بين الشدة والرخاوة فالحرف إما أن يكون شديداً أو رخواً أو يكون بينهما يعني ليس شديداً لا ينحبس فيه الصوت من حباساً تاماً ولا يجري جرياناً تاماً هذا هو المقصود لغة الاعتدال الرأى البين بين أو الحروف البين بين الاعتدال من حيث اللغة يعني شيء بين بين وسط يعني معتدل استلاحاً عدم حباس الصوت كما في الشدة وعدم جريانه كما في الرخاوة حروفه تجمع في قولك لن عمر لن عمر اللام والنون والعين والميم والراء فلو نطقت مثلاً بالنون لا ينحبس الصوت حباساً تاماً ولا يكون هناك جريان مثل الشين شش فيجري الصوت يخرج بسهولة النون فيه نوع صعوبة فهم كذلك العين يعلم يعلم كذلك الميم أم لكم أم لكم وهكذا طيب إذن رأينا الجهر والهمس والشدة والرخاوة وبينهما الجهر قلنا فيه إنحباس قلنا فيه الجهر إنحباس النفس وقلنا في الهمس جريان النفس قلنا في الشدة إنحباس الصوت وقلنا في الرخاوة جريان الصوت وبينهما الآن سوف نرى مسائل متعلقة وهنا ينتبه الطالب مسائل متعلقة بهذه الأمور المسألة الأولى الهمس والجهر يتعلقان بالنفس الهمس والجهر يتعلقان بالنفس الشدة والرخاوة وبينهما البينية تتعلق بالصوت هذه مسائل معروفة هذه مسائل معروفة رأيناها المسألة الأخرى الشدة تحدث انزعاجا في جهاز النطق عند النطق بالحرف يعني عند النطق بالحرف جهاز الصوت في الفن يحدث فيه نوع جعاز يعني لا تستطيع أو تستثقل هذه الحروف تستثقل هذه الحروف نتخلص من هذا الانزعاج الذي يقع نتخلص منه بمسائل أولا بالهمس في الكاف والتا انتبه جيدا الشدة أجد قاط بكت أجد قاط بكت هذه حروف الشدة إذن الكاف والتا حروف شديدة تحدث انزعاجا في الفن لذلك نتخلص منها بالهمس فنقول مثلا يكفر يكفر من يكفر يكفر فهناك نوعه عمس نوعه همس لو قلت يكفر يكفر فيحدث شيء من الثقل في الفن ولكن لو أطلقته قليلا همسته قليلا تشدد عليه حتى ينهمس يكفر يكفر فتشدد قليلا لكي ينهمس الكاف كذلك التا إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت لو شددت لما ظهرت التا إذا الشمس كورت ما ظهرت التا لم تسمع تا لماذا لأن الحرف الشديد فيحدث انحباسا في الصوت يحدث انحباسا في الصوت أو عفوا يحدث انحباسا يعني في النفس يحدث انحباسا في النفس فتطلقه قليلا الكاف والتا يطلق منه شيء من النفس ليظهرا لأنهما يحدثان انزعاجا ونتخلص من الحروف الأخرى بالقلق له من غير الهمز إذن أجد قط بكت بكت فيها الكاف والتا قط بجد فيها الحروف الأخرى من غير الهمزة بقيت الهمزة وحدها بقيت الهمزة وحدها إذن هذه الحروف حالة الإسكان تكون شديدة على الفد تكون شديدة على جهاز النطق فنتخلص من هذه الشدة بالقلق له نقول مثلا مسكينة قال الله تعالى اهتزاز في المخرج والقلق له سوف نتطرق إليها فيما يستقبل إطعام لو أردت أن تشدد الحرف من غير هذا الاهتزاز لقلت أو إطعام أو إطعام فيحدث نوع انسداد في الفم ونوع انزعاج ونوع ثقل عند النطق بهذا الحرف فتخلصت العرب من هذا الأمر بالقلق له كذلك في القاف ما قربه ما قربه الأسهل أن تقول ما قربه خير من أن تقول ما قربه فيحدث انزعاج كذلك البا كذلك الجيم كذلك الدال ثم الحروف الشديدة قصيرة قصيرة زمن النطق الحروف الشديدة تكون قصيرة زمن النطق والحروف الرخوة عكسها الحروف الرخوة أو الرخوة عكسها تكون طويلة زمن النطق لذلك مثلا القاف مقرابه ولكن خلاف الحاء الرحمن رحمن مكثنا في الحاء أكثر لذلك بعد الطلبة إن نقص من زمن نطق الحاء فإنه يحصل منه تشديد الميم الرحمن 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 فيحدث تشديد الميم لأنه نقص من ماذا من زمن نطق الحاء نقول الرحمن الرحمن فنقوم بزيادة طول وقت هذا الحرف لكي لا يؤثر على الحرف الذي بعده كذلك العين يعلمون لو قلتها من غير لو نطقت بالعين سريعة ستسقط في تشديد اللام يعلمون يعلمون هذا يقع فيه القراء ويجب أن لا يقع فيه طالب العين إذن الحرف الشديد قليل زمن النطق والحرف الرح طويل زمن النطق وبينهما الحروف البعينية طيب إذن بقي حرف واحد من هذه الحروف اللي هو الهمزة والهمزة للقراء فيها يعني كثير كلام سنجمله في هذه المسائل أولا بعض القراء يحذفونها خصا إذا كانت ساكنة بإحذف الهمزة وهو أحد راويي حمزة أحد راويي حمزة يقول مثلا أأنتم أشد خلقا أم السماء لا يقول السماء يقول السماء وبعضهم يقوموا بروم السماء فيجعلوا يعني هناك روما أو إشماما يفهم فيتخلصون من هذه الأمور بهذه الطريقة وكل هذه المسائل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن رأينا الحذف الطريقة الثانية الإبدال فبعد القراء يبدل فيقول يؤمنون عوضان يقول يؤمنون يؤمنون كورش مثلا حمزة إذا وقف على آخر الكلمة فإنه يبديل فيغير نقول يغير قد يغير إلى حذفين أو إبدال أو تسهيل أو نقل أو غير ذلك فتكون فيكون الإبدال يؤمنون تاويل شيت أو شئت فهم هذه مسائل عروفة أو بالنقل ينقل من آمن عوضان يقول من آمن من آمن من آمن أو يكون ذلك بالسكت ما هو خلف خلف يسكت فيقول مثلا هل أتيك حديث موسى هل أتيك فيسكت فهم فيكون هناك سكت لأن النطق باللام ثم بعده الهمزة في شيء من المشقة فيسكت هنا هنيهة ليستريح المخرج ثم بعد ذلك يخرجه الهمزة فهم فيحدث هناك سكت وهذا كثير كثير عند حمزة كل همز ساكن فإنه يسكت يسكت في المفصول كما يقال والأرض بعد ذلك والأرض فيسكت سكتة وهذا كما ذكرته لخلف الحمزة أو بالإدخال ويقرأوا بهذا قالوا وهشام وبعض القراء يقول مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم آ أنذرتهم آ أنذرتهم أو آ أنذرتهم بتسهيل بتسهيل مع الإدخال فيدخل ألفا أو بتسهيل وهذا قرأ به حفص في قوله تعالى أعجمي وعربي أعجمي أعجمي فتنطقوا يعني بصوت بين الهاء والياء بين الهاء لا هي ياء خالصة أي عجمي ولا هي هاء خالصة أهعجمي أعجمي 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 يعني بين الهاء والهاء أprus أَنَّا لَمَرْدُودُونَ وقرأ حفص في الموضع الوحيد هذا أعجمي وعربي قلوا هو للذين أمنوا لعلّاه في صورة فُصِّلَت هذا الموضع الوحيد الذي قرأ فيه حفص بماذا đi بالتسهيل أما ورش فعنده تسهيلات كثيرة جدا طبعا كل قارئ أو كل من يقرأ يقرأه على حسب روايته فبعض الرواية تجد فيها تحقيق الهامز وبعضهم تجد فيها يعني تسهيل وبعضهم تجد تجده يدخل وبعضهم يجمع بين هذه الأوجه كلها ذلك حسب ما يعني ما تقرر وما يعني نقله الراوي عن من فقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا ما يتعلق يعني بدرس اليوم رأينا فيه ثلاثة أو عفوا خمسة صفات الصفة الأولى الجهر وضده الهامز والصفة الثانية الشدة وضدها الرخاوة وبينهما وبينهما التوسط ثم مسائل متعلقة بهذه الصفة لابد للطالب أن ينتبه إليها كان هذا ما تيسر في هذه الحلقة إلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى يوم الأحد المقبل أقول وما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم ونساء المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين